السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم اجتماع الإضغام الكبير مع العارض الموقوف عليه للسوسي عن أبي عمر ميناء الشاطبية أحكام الإضغام الكبير للسوسي هي نفسها أحكام العارض للوقف من حيث أوجه المد والروم والإشمام والعلماء رحمه الله لهم مذهبان إذا اجتمع الإضغام الكبير مع العارض للسكون عندهم مذهب التسوية أو مذهب التفرقة والأصح عند المحققين هو مذهب التسوية قال العلام المنصوري رحمه الله تعالى وسو بين عارض الإضغام وعارض الوقوفي في الأحكام عندنا هنا الرحيم ملك عندنا مم مع مم إضغام كبير وعندنا الدين عارض للسكون الرحيم ملك إضغام إضغام مع القصر ويكون عليه القصر في العارض والإضغام مع التوسط يأتي عليه التوسط في العارض والإشباع مع الإضغام يأتي عليه الإشباع في العارض يبقى وجه أخر وهو اختلاس كسرة المين مع القصر كسرة المين من الرحيم ملك وعليه الرم مع القصر في الدين نطبق هذه الأوجهة نبدأ بالإضغام مع القصر الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعطف بالتوسط مع الإضغام الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نعطف بالإشباع مع الإضغام الرحمن الرحيم ملك يوم الدين عفوا نعيد هذا الوجهة الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إذن الإضغام مع الإشباع والوقف على العارض بالإشباع بقي الوجه الأخير وهو اختلاس كسرة المين من الرحيم وعليه القصر في العارض مع الروم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إذن فهذه أربعة أوجه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته